موسيقى حياكم الله عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج تيفور برنامج تيفور واللي طلع عليكم من كل اسبوع على قناة إثراء لنقادر معكم من محطة إلى محطة ومن بلد إلى بلد آخر لنتعرف على هذه الدول سياحيا وثقافيا بكل تأكيد اليوم معنا ضيف مميز وضيف رحالة بكل تأكيد وليس رحالة لا بالسيارة ولا بالطيارة مثل ما تعودنا لكن بالدراجة النارية ضيفنا اليوم عبد المحسن طاهر البغلي مساك الله بالخير يعطيك العافية شكري لك على قوة الدعوة مساكم الله بالخير يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة حياك الله بكل تأكيد أستاذ عبد المحسن ما شاء الله عليك أنت لما تسمع سيارة تقول صعبة شوية تعال لكن سيكل دراجة نارية 11 ألف كيلو في دول مساحات شاشعة شن راوتتك هذه الفكرة أستاذ طبعا الفكرة بدت خانا أقول لما كنت أنا على رأس أملي في الغطاع النفطي فكان دائما يعني تصير عندنا اجتماعات مع الدول الأجنبية مع أفراد من خارج الكويت فبعلا أحيان لما نقول لهم عن الكويت يستغربون شنو الكويت تخص أن الكويت عبارة عن نكتة صغيرة على الخريطة وليس كل عنده ألمام في الجغرافية فقررت أني أنا لما أتقاعد وأطلع من ما الدوام؟ الدوام أني أبأخذ على عادقي أني أنا أبدي فصل جديد من حياتي وأبدي وظيفة خاصة حقي ألا وهي تعريف العالم في دولة الكويت فمن هنا بدت فطبعا لقيت أن أفضل طريقة منها لجد بالانتباه اللي هي الدراجة النارية فبديت هالمشوار ما شاء الله عليك بداية كنت أكيد موفق أستاذ عبد المحسن لكن اليوم سنتحدث عن روسيا بش اللي خلها روسيا تطلع على طاري أستاذنا عبد المحسن البقلي مرة ثانية مثل ما يعني خنقول نحن متعودين عليه اللي هو دائما السفر إلى دول الغرب بس لما تيت بتشوف أصل الحضارة أصل البشرية تلاقي أن البشرية بدت في الشرق ما بدت في الغرب يعني حتى أبونا نبي الله آدم العديد من رويات يقول أنه نزل في سرلنكا أو في الهند فمعنات الحياة بدت في آسيا فبالتالي وحتى يعني الاختراعات اللي احنا حاليا اليوم نستعملها سواء كانت من التوابل من الشاي من الأكل الملبس كلها عبارة عن اختراعات تم اختراعها في آسيا فبالتالي كنت مركز على يعني أقدم الحضارات فلقيت أن روسيا هي واحدة من أغدى من الحضارات خصوصا أنها روسيا بدت تقريبا حسب المؤرخين أنها بدت في القرن الثاني قبل الميلاد يعني قبل ميلاد نبي الله عيسى آلاف السنين فبالتالي فيها حضارة فيها ثقافة فبالتالي قلت أنا لازم أتوجه لها خصوصا أن روسيا يعني لها عدة مميزات يعني أكبر دولة في العالم هي روسيا والدولة اللي موجودة في قارتين آسيا وأوروبا روسيا واحدة من الميزات خنقول الفريدة في دولة روسيا أن فيها دعش منطقة زمنية يعني تقول نحن قاعد نقول بالكويت فارق بيننا وبين دبي ساعة فتلاقي اللي في موسكو مثلا في نحن موسكو نفس خط الزمني لكن على ما توصل إلى فلاديفستوك راح تكون تعديته دعش منطقة زمنية زمنية ففيها عجايب يعني الواحد هذه العجايب وهذه المساحة الشاسعة بكل تأكيد ما خفت من الإقدام أنك تتجي إليها بدراجة نارية يعني ما هاجسك يعني وحنا نترى الأمانة يعني أستاذ عدد المحسن ممكن السينما العالمية نعم أعطتنا واضفة على روسيا أنها بلد مخيف نوعا ما نعم ممكن ما تحسنت الصورة اللي بعد 2018 كأس العالم العالم رأيت أن روسيا لا بلد فرندلي شباب يعني متعاون لكن بش اللي خلاك تروح بينك وبين نفسك ما قلت والله لا صعبة شوي 11 ألف كيلومتر تقطع في هذه البلاد الشاسعة طبعا أنا سبكتكم أنا رحت روسيا في 2016 2016 قابل قابل لا تطلع الصورة الوردية لأن فعلا وصلتني أنا يعني واحدة من الأشياء الحب الاكتشاف يعني خلانا أقول يمكنني أنا شوي مو من نوع اللي أحب أقرأ عشان تتعرف لازم تقرأ موسوعة صحيح فأنا قلت يا أني أنا أقعد في مكتبة وأشتري موسوعة كذا مجلد أو أن الأسهل أشتري سيكل وأدش في قمار الموسوعة تكون موسوعة رباعية الأبعاد فاخترت السيكل طبعا في عدة خلق المميزات السيكل يعطيك حرية في الحركة أكثر من السيارة السيكل تقدر لما تتحرك فيه طبعا الصيانة مالتها أقل تكلفة الرحلة نفسها تكون أقل من السيارة السيارة تتاج بنزين أكثر بس متعبة أستاذ متعبة من ناحية الجو من ناحية حتى كما ذكرت الصيانة يعني مو أي مكان يكون متوفر فيه يمكن السيارة تكون لها شركات لها وقالات تقدر أنك تتعاون لكن الدراجة النرية وسيكل يعني أنا حسب وجهة نظر الشخصية صح يمكن أنت تختلف معي هذا حريتك لكن متعبة حتى على الجهد البدني بالنسبة للأستاذ اللياق البدني يمكن ما تسعفك يمكن الجواء ماذا تعاملت مع هذه الظروف كلها؟ طبعا أول شيء مثل ما تفضلت الإجهاد يأتي أن يكون يضغط على نفسه يعني أنت حينما تكون حاجز تروح دولة أوروبية فأنت ملتزم في موعيد طيران ملتزم في حجوزاتك بالفنادق أما أنا بالنسبة لي ما عندي التزام في الوقت أنا متقاعد ما عندي أي شيء فبالتالي ما أضغط على نفسي أنا يعني هدف الرحلة واحدة من هداف الرحلة هو الاستمتاع في الطبيعة فعشان تستمتع بالطبيعة ما تستعيل أنا أقعد الصبح أصلي صلاة الفير وأتريق وأمشي على الراحة صار الظهر ونوقفت ونحن على الراحة معك رح نكمل لكن بعد ما نتوقف هذا الفاصل خمسة واربعين ألف كيلومتر خمسة أشهر كاملة لحظة الإنطلاقة نعم كانت مني من القويت نعم ما سعت نفسك لاب طيارة لاب سيارة لاب شحن على طوال مني اتجاه مباشر سيدة سيدة ما شاء الله من البداية عطناها من البداية طبعا الحمد لله وبدأت رحلتي من بيتي من الكويت وتوجهت إلى المملكة العربية السعودية ثم دولة الإمارات وبعدين خدت العبارة أنا وسيكيلي على العبارة صعدنا واتجهنا إلى إيران وقطعت إيران من الجنوب إلى الشمال بعدها أرمينيا جورجيا وبعدها روسيا قطعت الجنوبي من روسيا هذا كله بس عفوا بشم يوم يعني حين ما يحضرني التفاصيل هذي كلها بس من الكويت إلى دولة الإمارات بالتعديد الشارجة ميناء خالد خذ مني يومين يومين مني وبعدين عندنا ليلة أو يوم واحد عبور الخليج العربي عبور إيران خذ مني تقريبا حوالي خمس ستة أيام أرمينيا خمس تأيام جورجيا خذت منها خذ فيها ثتة أيام وبعدها وصلت إلى روسيا معاك قايد معاك دليل سياحي مثلا متجهناك معاك الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نزين كيف قدرت تتمكن تقطع هذه المسافات عطنا المواقف التي ممكن تصادفك أو ممكن تكون مخيفة نوعا ما بالنسبة لأستاذ عبد المحسن يعني لله الحم طبعا نحن في دول الخليج الحمد لله يعني تعتبر يعني كانها دولة وحدة يمكن خنقول التحدي الوحيد الجو الجو حار فبالتالي أنا عادة ونفس الشيء لما أتجه للضفة الثانية من الخليج في إيران هي تغريبا المنار غاربا نعم متغارب فأنا دائما خلي حركتي أطلع ساعة تغريبا قبل صلاة الفير على الساعة التسع عشر صبح أوقف هذا أخذ بريك ليه ثاني يوم ساعة قبل أذان الفير فأنا فترة من الساعة عشر ليه خنقول ساعة ثلاث الفير ثاني يوم أكون قاعد في المدينة أو المكان الذي أنا يعني أريح فيه ما شاء الله دعنا نتكلم عن دولتنا لهذه اليوم في حلقة تي فور هي روسيا نعم روسيا لما وصلت روسيا لحظة الأولى اللي دخلت فيها روسيا نبي تحدثنا يعني أول شيء انطباع الشعب لما شافه واحد من الكويت وعلى دراجة نارية شون كان الاستخبار بالنسبة للرحالة عبد المحسن والله طبعا كان كان شعور وايد حلو ان كان فيه ترحيب كون يعني النقطة الحدودية هذه عادة اللي يعبرونها اللي هما أهل اللي في جورجيا أو أرمينيا فم متعلمين يشوفون شخص عربي وعلى دراجة نارية حسب الكلام اللي خنقول قدرت تفهمه منهم انه بالنسبة لهم أول دراجة عربية تعبر المعبر هذا فكان شعور جدا حلو الصلاحة كانوا جدا متعاونين والإجراءات كانت جدا سهلة كان فيه ترحيب يعني الصراحة من الكل ما حاولت تتعلم اللغة الروسية يعني نوعا ما تكون يعني عندك بعض الكلمات انك يعني تتحجوا وياهم تفهم شو يقولون تفهم شون تمشي الأمور يعني الحمد لله حاليا أقدر أقول يعني عندي أتقن 5 إلى 10 بالمئة من اللغة الروسية ما شاء الله يعني إذا واحد تكلم سأقدر ألقط فيها صعوبة هو فيها صعوبة بس يعني ولكن ليست يعني وايد هو صعوبة اللغة الروسية تكمن أن في بعض الأحرف مخرجاتها تختلف نحن لا نتعودين عليها فبالتالي يعني أنت لازم تتقن كيفية النطق النطق هذه اللكنة نحن نسلم اللكنة لأن من تغير إذا ما يعني أنت يمكن أن تعرف الكلمة لو تشوفها تعرفها لكن لما تنطقها إذا نطاقتها سنقول نحن نزل الكويتي بدلية ما أحد سيفهمها راح ممكن يعني يكون لها معنى مختلف تماما وفي معظم الأحيان ما راح يفهمونها فلازم هو مؤتقان يعني مؤتقان تقراءها لازم طريقة النطق هي هذه شوية جميل نزل نهمها روسيا كلهم لغة وحدة طبعا روسيا كلها اللغة الرسمية هي اللغة الروسية ولكن في بعض الأغاليم محتفظين باللغات الأصلية للسكان المحليين يعني في الغوغاز لهم يتكلمون اللغة الشيشانية بس رسميا الشوارع وكذا راح تكون باللغة الروسية ولكن فيما بينهم قد يتكلمون نفس الشيء لما تتجه إلى خنقول المناطق في سيبيريا خصوصا المناطق المحاذية لمنقوليا راح تلاقي أن الناس هناك يتكلمون اللغة المنقولية فيما بينهم لأن هي هذه اللغة المحلية خصوصا أن في معظم المناطق هذه يكون عندهم أصول في دول ثانية جميل هذا بالنسبة يمكن للغة لكن موقع روسيا انتدت شيء مع منفذ الذي كان مع جورجيا نعم يقع شمال ولا قرب جورجيا هي طبعا تعتبر جنوب قرب روسيا ما بلدان ومحيطة فيها الخط الحدودي هذا عبارة عن جورجيا وأذربيجان وبعدين لما تبدأ ترتفع شوية راح يبدأ معك أوكرانيا وبعدين بلاروسيا هذه لحظة وصولك أستاذ عبد المحسن بعدها لما وصلت إلى هذا المنفذ ومشيت بدرجتك النارية قاعدت حوالي تقريبا في منطقة القوقاز الجزء هذا الذي يعتبر منطقة القوقاز تقريبا حوالي قاعدت أسبوع ومن ثم توجهت إلى كازاخستان طبعا كازاخستان يبيل حلقة خاصة بس طبعا الذي صار ني خدت الجزء الجنوبي من روسيا بعدين انتجهت إلى كازاخستان وبعد ما قطعت كازاخستان رجعت مرة ثانية إلى روسيا ودخلت لها من منفذ الثاني شنو أكثر ما يمينجز روسيا في رحلتك خصوصا في البدايات شنو انطباعك لو أنت 2016 كانت أول مرة تشوف روسيا أكيد لك انطباع خاص في هذه طبعا يعني ما كانت أول مرة بس شيء اللي يعني شفته في روسيا أول شيء طبعا واحدة مثل ما تفضلت الإعلام الغربي يعطين سلبيات غير فعلية وفعلا موجودة على أرض الواقع اللي لاحظت أن الشعب الروسي شعب مضياف حتى في وجود العائق اللغة هذا مو معناته أنه ما تلاقي ترحيب منهم ما تلاقي استضافة منهم يعني خلال التسعين يعني روسيا بروحها قاعد فيها تسعين يوم و خلال التسعين يوم تقريبا ثمانين يوم أنا كنت ما قاعد في فندق كانت استضافة في بيوت أهالي الناس في المناطق اللي مريت فيها الناس هذين لا يعرفوني ما يعرفهم يعني اللغة التواصلة اللي بيني وبينهم كانت محدودة معظمها كانت لغة وتعاونين نحن دائما بعض الدول نشوف أنه يعني لما تكون اللغة عائق نعم ما يتجاوب يعني يعني يكون فيه بعض سنقول فيه شدة بالنسبة للغتي نعم يتخطبني بلفس اللغة أم لا رح أرد عليك هل الروس بهذا الانطباع اللي حطه أم لا وهذا اللي قلت لك يعني تخيل أن الدول تدش في القرى يعني سنقول نحن المناطق القروية من نفس البدو مثلا عندنا هذين ناس بسيطين و يعني في بعضهم ما يعرفون عن الكويت ما يعرفون عن شيء بس بالنسبة لهم ضيف و يشوفون أنه من دولة ثانية ما قاعد يتكلم فبالعكس كانوا وائد يتعاطفون يعني لدرجة أنهما يعني كانوا يفتحون بيوتهم حقي و يتعال و يدخلون البيت و يستضيفوني و يخلوني أقعد معاهم على السفرة و ينام عندهم فكان ترحيب يعني صراحة هذا الترحيب و الضيافة هذه صراحة أنا ما شفتها في الدول الغرب شنو أفضل يعني دائما الترحيب يكون فيه خل نقول مشروب خاص في الروس أكله خاصة في الروس أكلمنا عن هذه الطباعة شنو يقدمون لك على ماء الطعام يعني دائما الدول تتفق معنا أنه في دول ذقافتها في الأكل نعم طبعا بما أن أنا كنت تجوالي عبارة كلها عبارة عن مناطق بسيطة قرى و مدن بسيطة مو العواصم الكبيرة فأهم الشيء الأساسي بالنسبة لهم عشان ضيافة الضيف الشاي طبعا شاي نفس شاينا طبعا الشاي رح يختلف في بعض المناطق يعني أهم يعتندون على الشاي الشاي الأسود طبعا مو شاي حاشم عندنا نعم شاي خفيف في بعض الأقاليم يعتمدون على الشاي حليب طبعا واحدة من الأشياء التي استغلطت منها أن في بعض الأقاليم يعني بذلك نحن متعودين نحط شاي نحط مع الحليب نحط شكر هناك يستخدمون الملح بدل الشكر ملح ملح هذه معلومة غريبة صراحة تشرب شاي حليب مالح مو حلو جميل جدا ضيفنا ورحالة عبد المحسن البغلي لكن نفقف معاقل هذا الفاصل ولا نعوده اليوم أكمل تسعين يوم لأن أقول وداعا ولكن أقول إلى اللقاء هذه ما شاء الله أصبحت جملة خالدة أستاذ عبد المحسن طاهر البغلي نعم شيء خلقك تقولها شون كان لحظتك كنت لما تقول هذا الكلام بعد ما خلصت تسعين يوم طبعا تسعين يوم كاملة في روسيا تسعين يوم كاملة على أراضي روسيا الاتحادية قطعت خلالها ثمانية عشرين ألف كيلو متر مان شاء الله روسيا الاتحادية المسمى مالها لأن روسيا دستور مالها أنها تتكون من 83 منطقة إدارية اللي هو بالشيء الذي نعرف عليه الولايات ولكن عندهم تقسيم ثاني 83 منطقة إدارية منها 22 جمهورية غير مستقلة منها ثلاث مدن فدرالية وأقاليم فنحن نتكلم عن دولة فيها أقاليم فيها قوميات مختلفة فيها لقات مختلفة يعني أنا كنت معجب في تاريخ الحضارة الروسي بس لما رحت يعني طبعا لظروف يعني أنا حاولت أقدر أقعد أكثر وقت ممكن واللي هو استغرق مني 90 يوم ولكن لما وصلت إلى اليوم اللي أنا بطلع فيه حسيت أني أنا فعلا ليحين ما شفت شي فيها مع التسعين يوم اللي حين ما شفت ففعلا يعني ودي أني أنا أزورها مرة ثانية وأبدي أقضي وقت أكثر خصوصا أني أنا خلال التسعين يوم صار عندي يعني تعرفت على العديد من العوائل في معظم مناطق روسيا التحارية ما شاء الله نزين ما حاولت أنك يعني توثق هذه الرحلة في برامج تلفزيونية في دائما نشوف ما شاء الله يعني الرحالة دائما يصور الأماكن اللي يزورها بعدها يوثق يقوم بعمل توثيق وبناية إرشيف كامل لهذا الرحالة ما فكرت في هذه الخطوة الحمد لله طبعا أنا عندي قناتي خاصة على اليوتيوب اللي يسميها البغلي التيفي أو تلفزيون البغلي موثق فيها يعني كل رحلاتي على الدراجة النارية بما فيها روسيا الاتحادية إضافة إلى يعني مشكورين تلفزيون الكويت وإذاعة دولة الكويت إضافة إلى العديد من التلفزيونات الخارجية يعني أجريت العديد من اللقاءات اللي كانت تسلط للضوء بعض اللقاءات هذه كانت تسلط الضوء على روسيا بالتحديد ما شاء الله عليك نزيل بروحك أستاذ عدو الحسن الحمد لله مع الله سبحانه تعالى من يصور أنت تصور و أنت تقوم بقاعدة الدراجة؟ الحمد لله طبعا معظم الصور اللي راح تشوفونها على القناة هي عبارة عن تصويري أنا و عادة أستخدم كاميرتين الكاميرا التي نقول تلفون أو السمارتفون إضافة إلى أني لدي كاميرا ثانية راكبة على الدراجة الدراجة نفسها اللي يسمونها الـ 360 اللي يصور كل شيء حوالي الدراجة فمعتمد على الكاميرتين هذه ما حاولت تستخدم الدرون؟ يعني في 2016 ذاك الوقت الدرون ما كان ذاك الزول فعلا استخدمت الدرون في رحلتي إلى اللي قطعت فيها باكستان و الصين اللي قطعت فيها شرق عفوا شرق وجنوب وجنوب شرغاسية استخدمت فيها الدرون لأن الرحلة كانت في 2019 و 2020 لو أقول لك أستاذ عبد المحسن نبي أهم ما يميز روسيا في رحلتك ما الشيء اللي لمسته و شفته سواء من سوق ما شاء الله الشعب يحب أسواق كثيرا أو حتى من ناحية مأكولات أو من ثقافة الشعب الروسي شنو أبرز ما مر على الأستاذ عبد المحسن البغلي في هذه الرحلها؟ بالنسبة لنا بالنسبة لي أنا شخصيا الأكل مهم طبعا مثل ما تفضلت على الدراجة و فيها تعب و فيها إرهاب لازم تقبية فبالتالي لازم بنزين سوحين الشيء المميز في روسيا أن تلاقي في كل مكان أكل إسلامي يعني روسيا لحد حسب آخر تغرير شفتها من المركز الإسلامي الروسي روسيا حاليا فيها 8000 مسجد ما شاء الله منتشرة في جميع أنها يعني أنا استغررت بصراحة لما قطعت سيبيريا في منطقة اسمها أولاندة المنطقة هذه محاذية إلى بحيرة البيكال و محاذية إلى المنقولية فأنا توقعت أن سيبيريا منطقة ما فيها أحد معزولة معزولة سبحان الله لما دخلت المنطقة وأنا متجهي لمركز المدينة ولا ألاقي مسجد جدا ضخم ما شاء الله فتخيل أن مسجد ضخم موجود في سيبيريا وقع يأذن وحولينا في مطاعم مسلمين فهذه واحدة من الأشياء المريحة في روسيا أكل الحلال موجود في كل مكان إضافة إلى أن المطبخ الروسي ما أخذ من بعض من المطبخ العربي و المطبخ الهندي طبعا أكلنا هنا يعتمد على التوابل الهندية و الشرقية فالمطبخ الروسي في أجزاء من المطبخ العربي اللي نحن متعلمين عليه فالأكل موضوع جدا سهل إضافة إلى ممارسة العقائد يعني في روسيا صراحة تقدر توقف بأي مكان بالشارع بأي محطة تحط سيادتك و الصلي اللي لاحظتها طبعا وبعدين عرفت أنه في عندهم فقرة في الدستور الروسي اللي هي احترام العقائد وتجريم الطعن في أي عقيدة مع أنهم طبعا أكثرية عندهم الديانة المسيحية ولكن الديانة الإسلامية هي تعتبر ثاني ديانة موجودة في روسيا الاتحادية فهذا الشيء مريح أنه تقدر تمارس يعني خنقول عبادتك عقائتك الطريقة مريحة تقدر تاكل على راحتك ما عندك قيود و ما تحس باليوع ما شاء الله يمكن الأمانة أستاذ بالرحالة عبد المحسن طهر البغلي وصلنا معاك لنهاية اللقاء ما شاء الله كان لقاء جدا شيء تعرفنا فيه إلى رؤية أخرى و منظور آخر بالنسبة لروسيا عند دراجة النارية ذي حاب من كلمة أخيرة في نهاية اللقاء أستاذ الكلمة الأخيرة صراحة أنا يعني أو شيء أعتقد أن المواطن الكويتي أو المواطن عموما بس يبدأ يطلع من بلده فهو سفير لبلده فأنا أعتقد أن كل مواطن هو سفير مشرف لوطنه خارج وطنه هو السفر ترى شيء مهم في الحياة نعم يقولون سافر تجد عوضا وانصب فأن لذيذ العيش في النصبي في الأسد ولولا فراق القاب مقتنصت والسهم ولولا فراق قوس لم يصب وصلنا معاك للنهاية أستاذ عبد المحسن لبغلي كل الشكر لك أيضا الشكر لكم وأنتم أعزائي المشاهدين على أمل نكون قدمنا لكم حلقة مميزة إلى لقاء قادم ترجمة نانسى positionality